ما هو لازم وقفة بص أقولك حاجة يا سالي أنا مش مع البنت اللي تحكي لأهلها على كل التفاصيل يعني في تفاصيل مش كل كلمة تحكيها لأهلك ليك حياتك بقى الزوجية واستقل لكده وزيل فول بس ده أساس أي جواز ولكن في بعض المشاكل اللي بتقابل البنات لو معرفتش أهلها بيها البنت دي بتظلم نفسها نقول مشاكل خنائت عادية فلوس كلنا شرب لها معرفش إيه حاجات بسيطة لكن إن أنا ده بقى حاجة زي دي إن هو غير قادر على إسعادي أو غير قادر على إنه يقوم بوجباته الزوجية دي كارسة دي ما يتسكتش عليها ما ينفعش إن أنا أسكت عليها لأن البنت لما سكتت عليها هو عمل عليها إسقاط طبعا طبعا هو أشتغلها طبعا في بداية وإحنا مجتمعنا بيخاف خلي بالك يقول ده هيقول عليها قلة الأدب بيقوله أنت مش بتعملي شارع ربنا يا بنت نظرة المجتمع بقى طبعا تزيبت الكلمة في الحاجاتي وفين المشكلة؟ في دايرة كده مقفولة شوي القصة كلها إن هو اعمل عليها إسقاط اعمل عليها إسقاط اعمل عليها في الأول وقال لها اصلا أنا جنية وعليها جنية وجن وأفلام وحوارات أوليه بابا قال له يا ابني تلاقيك تكون مربوط معنا عندنا مشكلة خطيرة في الأرياف إيه بقى؟ لما بيحصل مشكلة في البداية في العلاقة الزوجية من عند الزوج الناس بيش بتتاجه للعلم الناس بتتاجه إن هو معمول لعمل إن هو مربوط إن هو ملبوس فبيبدأ يستعينه بشيخ طبعا أكيد الجنية اللي عليه هي دي الطلبة من هي تلبس هو مش عليها اللعبية السوداء اسمعيني هو مش عليها مين قال لك كده؟ أنا فهمت ملبوس ما احنا بنحلل ابننا كويس مش نروح لدكتور مين ملبوس اسمعين بس هو مش ملبوس ولا عليها جنية هو في الأول خالص لما البنت دخلت واتجوزت هو ما عملش أي شيء ومقربش منها فلما البنت بتردت تسأله أنت فيه إيه قال لها أنا الجنية قالت لي ما تقربش منها طيب آآ فهي خافت هيب البنت بقى بتردت إيه فابتدأ أهله يستعينه بشيخ ونبدأ بقى أن يرسه لا بس سواني قبل ده كل هو عادي يعيط وأهله قاعدوا يعيطه ليه؟ ما هو عشان خطر هو يعني هو أوهمهم إن هو عليه حاجة قال لهم إن أنا مقدرش يعني في حتة ما حكيتاش إن هم كلهم قاعدوا يتكلموا عشان كده بابا قال ده مربوط مربوط فابتدوا يستعينوا بمين؟ بشيخ بس هو الموضوع مش ربط كبروا الحوار ورمو إن في حد عمله حاجة طب دي بتبقى الدكتور مين دكتور نفسية ولا دكتور تناسولية تناسولية زكورة يعني دي مش مش مشكلة نفسية برضو؟ ملهاش فيه جزء يعني بيبقى الجزء النفسي فيها ضئيل شوية ما هي بتقول لك بقى كارهني عنده رهاب إن هو يقرب لي ما هو في حاجة طب دي مش هلعف نحلها كده؟ ما هو معالكش المشكلة ما هي دلوقتي إيه؟ المفروض إن هي بعد 6 شهر رحت لدكتورة عشان تتحول من بنت إلى زوجها تمام؟ أنا مش عارفة إزاي عملت كده ما هو بقى ما هي تعمل إيه؟ أنا دمي فاير من أول ما قلت القصة هتعمل إيه؟ المهم راحت عشان تسطر وتلم الموضوع هو بقى معالكش نفسه طيب في إقامة الحياة الزوجية هو مش موجود طيب لما تيجي كأي بنت بتلبس لبسها في البيت عادي أو بتنام في قضطها بيتها هو مش متقبل ده هو بقى متخيل إن هي لما بتيجي تلبس حاجة في بيتها أو نايمة على سريرها إن هي بتطلب أو بتعمل عليه إسقاط إن انت مش قادر تعمل الشيء ده هو بقى الناحية التانية بتدى يتهمها لأ البسي مثلا عبايا صمرة وانت نايم البسي معرفش شو كان من أول ما يطلب منها كده كان لازم يبقى فيه وقفة بجد والله كان لازم يبقى فيه وقفة البنتي دي ظلمت نفسها ظلمت نفسها يعني دي مش جدعة يعني ثابت الفترة مش ضحي يعني المفروض أوه أنت تحملتي عنده مشكلة شهر شهرين ثلاثة أربعة يا سيدي بالكتير بس كنت لازم تنتبهي إن فيه مشكلة خطيرة وإن الشخص عندنا مشكلة تاني إن الشخص يا سالي مش معترف إن هو مريض هو مش معترف وهو بيمارس عليها بعض الحياة الدفاعية وعمل عذر بقى إن أنا ملبوس وإن أنا عندي ظروف وهو المفروض أصلا كان يتجه لدكتور يعالج له المشكلة الجنسية دي عشان يقيم الحياة زوجي تفتكر الجنية كمان قايت له ما يخسرش سننه ويكل بصل؟